اشتركوا في القناة داخل المجلة سيكون خارطة الطريق ستكون خارطة الطريق لعدد من الطلبة يلتحقوا من بنات وأولاد وقد حددت الأعمار بين 12 سنة إلى 16 سنة وأيضا من هم في المرحلة السادسة الابتدائي إلى الأول ثانوي لبناتنا وأولادنا طبعا نحن أو نحن نتكلم مع الطلبة نفسهم أو المجلة تتحدث مع الطلبة هناك أربع فصول دراسية ستبدأ من شهر 12 من عام من هذا العام 1443 البداية والمواد إلى عمره 10 سنوات يعني مواليد تقريبا 2014 نجد أن الأحداث متسارعة هناك فشل بعد 100 عام يعني نقول جزء فى 100 عام من المنظومة الحالية يعني التعليم وينتظر الطالب حتى يخرج من الثانوية حتى يستطيع سواء في كل العالم حتى يستطيع أنه يعني التعليم يشغل كل الوقت لمدة 12 عام يعني من الصعب أننا نترك الابنات أو البنات الذين يريدون التعليم يعملوا بل بالعكس يعني حتى فى الاجازة ارتاح الطالب ما عنده نفس للعمل وسنة وراء سنة سنة وراء سنة فيها جد واجتهاد وهذا جيد وطبعا من يفوت أو تفوت هذه الـ 12 سنة يتأخر يعني كل العالم متفق أنه أبناءنا وأولادنا نعلمهم وهذا شيء جيد حتى ما ننظر يعني بعد ما يتعلم يخرج من الثانوي لو حاب يروح جامعة أو يشجعوا يعني كلنا نشجع يعني 100% لكن طبيعة الإنسان طبعا وهذا يرجع إلى الأشخاص نفسهم أكسد الصغار يتوق ويتمنى أنه يبدأ يشارك الأسرة أو يكله دخل يعني من عمره 13 سنة هذه أمنية ليش؟ لأنه فيه الإنسان يبدأ من 13 سنة سواء بنت أو ولد عنده تطلع إلا يحاجة إثبات الذات ليس حاجة الأكل والشرب أو حياة رفاهية يعني مهما كان هو بيت غني أو بيت فقير يبغي حقك بنفسه شيء وأهم شيء لكل الناس يعني يبدأ يحس بأنه يحتاج أنه يملك مبلغ من المال حتى يتدخل يعني مثلا يتمنى كل ولد وبنت أنه يدخله في الشهر مثلا 500 جنيه بحيث أنه هو ممكن حتى يتدخل منها 200 يعني كمان يتعلم الادخار لنفسه حقه فلو تدخل 200 وكان مثلا 10 أشهر يشتغل عنده 20 ألف 200 في 10 و300 ممكن أنه يعني يتوسع فيها ويبدأ يقول لأمه وللأب للأسرة أنا ما أحتاج دعم يعني يدعمه الصغار هنا يحس الإنسان بزهوم وخاصة أنه في مشاكل كثير بتحصل بسبب الأبناء والتعليم وكذا وكذا يعني الأب كان بيدخل أولاده ويدعمهم في التعليم وأصبح يعني كتر الأولاد وكترة النفقة والأم تشتغل يعني في مشاكل سواء تعاونه أم لأم لتعاونه كذلك الأب والأم كل واحد يحب يدخل لمستقبله يعني لو كانت الأم تشتغل والأب يشتغل الأب تجي ليحب يدخل لنفسه لحالة مرض أو كذا أو حالة مثلا حتى لو قدر الله مثلا من فصلت الأسرة يكون هو عنده لأن الحالات أمامنا كثيرة أحيانا الزواج ما يستمر حتى بعد الأبناء بعد خمسة سنين عشر سنين في مشاكل معينة توقع الطرفين إنهم ينفصلوا فيبدأ النزاع كل واحد يحاول يوفر نفسه وكل واحد يحاول يتخلى عن مسؤولية والأبناء يشهدوا هذا الشيء فالحاصل إنه كل إبن أو كل فرد في سن اتناعشر سنة تلاتعشر سنة يتوق ويتمنى إنه حتى لو كانت الأسرة ما محتاجة إنه يبدأ يوفر نفسه يعني آخر العام عنده عشرين ألف لو تخيل إنه خمسة سنوات يصير عنده مية ألف يشتري شيء معين عربية حاجة يمتلك يعني في ناس حلموا إنه يمتلك عربية سواء بنت ولد وهذا معظم يعني معظم حلم الناس إنه يمتلك عربية مش بيت يعني أنا اتناعشر سنة ما سير سبعطعش يكون عندي عربية ملكي أنا يعني حاجة حلو كمان التملك لما نكون أنا اللي تملكت يعني يحس الإنسان بزهوب وبإنجاز وهذه طبيعة في كل الناس يعني كلنا مررنا بها سواء بنت أو ورد يعني خلينا نقول مية ألف يعني حتى البنت عندها مال قد يساعد أحد في الجهاز أو كذا بس عندها مال قد المال هذا تقترض من أشياء كثيرة قد قد تقدم وتقترض عربية عندها عربية في بعض مجتمعات يعني زي مصر مثلا وكذا لازم جهازة مثلا هي تريد تتزوج من شاب هو كمان عنده مية وهي عندها مية أو ميتين أو ثلاثة يعني ممكن من السن تنظر المرأة إلا عنده يعني في واحد أو البنت في واحد ما شاء الله تدخر هي ادخل عشرين ألف وهو ادخل تلاتين ألف تبدأ تنظله أو أربعين ألف يعني سار ساهم يعني الأسرة أو الاختيار مش زي الوضع الحالي اختيار الشاب للشاب أو الشاب للشاب إنه إنسان حريص على إنه يصنع مستقبل يعني بمعنى ما في أحد ضعيف لأنه الشاب لما يريد يتزوج ما يريد يتزوج واحدة ضعيف وما عندها مفهومة للدخار وكذا لو عندها أفضل وما لها ما يقدر يسطع على مالها يعني تعجب لو هو نفس الشيء يعني البخيل يحب البخيلة والكريم يحب الكريمة مثلا ما أطيل نوعدكم إنه على هذه الشاشة التي نراها دائما تكون في محاضرات مثلا نسمي المحاضرات ممكن 00SM00 أو نتركها بالتاريخ سمارت والتاريخ سمارت والتاريخ مهم جدا إنه هذا التعليم يصير موازي يعني ما يترك الإنسان التعليم بس هو حيشجع على الإنجاز يعني حتى لو كان لو كان يروح مثلا مركز ويدفع فلوس أو تقوية ما عادي يحتاج تقوى إنه هذه هنا المواد كل المواد مختزلة فيها يعني نفهم عمق المناهج إلا هي بندرسها نحن سواء في الثانية إذا فهمنا عمقها والمهم الاستيعاب والفهم فهم الحياة فهم الحياة سيكون معنا في هذه المواد فهم حياة الطلبة اللي هم عايشين فيها لأنه صعب هم يعني مثلا نحن الكبار شايفين المشاكل الاقتصادية والدولار والذهب وكذا لكن هم ممشايفين فهنا يكون عندنا مجال إنه الكل يتهيأ بعد عام لكسب لا يقل عن خمسمية كل شهر دي خمسين أو خمسة آلاف جنيه خمسمية في عشر خمسة آلاف جنيه طبعا نحن بنقول فلو استمر وفر خمسمية عنده مجال الخمسة آلاف دي ممكن تصير بعد عشر سنين